تابعيني الكرام أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة النهاردة هنتكلم على طقم الأسنان الواسع وإزاي نقدر نثبته بخمس طرق مختلفة هنتكلم عن كل طريقة بالتفصيل دلوقتي وهتكلم طبعاً بالنسبة لطقم الأسنان الكامل أو الجزء اللي بمشابك طقم الأسنان العلوي أو طقم الأسنان السفلي تركيبات الأسنان المتحركة بصفة عامة بتتحرك فيه الفم والناس بتبقى عايزة طرق علشان تثبتها وأول طريقة هنتكلم عليها هي أشبه إن إحنا نصبر لغاية لما طقم الأسنان يطبع فيه الفم طقم الأسنان حديث التركيب طقم الأسنان الجديد اللي أنا لسه مستلمه من عند الطبيب محتاج صبره ومسبره على لبسه لغاية لما الطقم يطبع فيه الفم ويحط الطبعة بتاعته ويبتجي عضلات الفك وعضلات اللسان تتحكم في حركة الطقم ده محتاج من شهر لشهر ونص يعني ما ينفعش أحكم بسرعة جدا إن طقم الأسنان بتاعي غير ثابت طقم الأسنان بتاعي بيتحرك فيه الفم الطقم رديق الصنع كل الكلام ده وتلازم أأجله شوية وأدي فرصة للطقم لغاية لما تأكد فعلا إن طقم الأسنان فيه مشكلة تاني طريقة إني أسبب طقم الأسنان لو عدت مرحلة تطبيع الطقم والتعود على الطقم وبرضو طقم الأسنان واسع ببتدي أتجه لطبيب الأسنان ربما تكون بعض الحواف بتاعة الطقم طويلة محتاجة تتأثر ربما هناك بعض الحواف القصيرة محتاجة تطول ربما يكون محتاج بعض التعديلات والتعديلات دي بتزود لي جدا من ثبات طقم الأسنان وتالت طريقة هي الطبتين لو أنا فشلت في مرحلة التطبيع إن الطقم يثبت والطبيب عمل لي تعديلات وبرضو الطقم مش بيثبت بالطريقتين الأولينين أبتدي أفكر في طبتين طقم الأسنان أو إني أعمل بطانة لتديق طقم الأسنان أو أعمل ري لاينينج لطقم الأسنان لو أنا التركيبة بتاعتي بتقبل الإضافة والطبتين الطبتين في منه أنواع كتير في منه نوع منزلي ممكن أشري كيت منزلية وأعملها بنفسي في المنزل في نوع البطانة السريعة الفورية عند طبيب الأسنان في العيادة في منه البطانة الدائمة اللي بتتعامل في المعمل وفي منه البطانة اللي بتبقى سوفت أو مططية مرنة وفي البطانة العادية التقليدية وده بيختلف من متطلبات شخص لآخر ورابع حل لتثبيت طقم الأسنان الواسع بعد لما أفشل في مرحلة تطبيع طقم الأسنان أفشل في تعديل طقم الأسنان أفشل في طبتين طقم الأسنان والتلات طرق دول برضو مش جايبين معايا نتيجة أبتدي أفكر في لاصق لطقم الأسنان إني أشتري لاصق طبي لطقم الأسنان من الصيدلية وأنا اتكلمت عن أنواع لاصق طقم الأسنان منها الكريم، منها المعجون، البودرة، الستريبس أو الشرائط وتكلمت إزاي أستخدمها بالطريقة الصحيحة لدمان أعلى ثابت لطقم الأسنان اتكلمت عن أنواع لاصق وفي نفس الوقت طبتين في بعض الأنابيب بتبقى لاصق وبطانة في نفس الوقت أو اتنين في واحد زي الكاشن جريب اتكلمت عن كل ما يخص لاصق طقم الأسنان من آثار جانبية والأنواع الآمنة منه في حلقات منفصلة طيب لو أنا فشلت في الأربع حلول دول وطقم الأسنان لسه واسع أبتجي أفكر في الحل الخامس وهو أني أثبت طقم الأسنان عن طريق وضع زراعات أو غرسات في الفك سواء الفك العلوي أو الفك السفلي ممكن أبسط شيء أن أثبت طقم الأسنان السفلي بوضع غرستين أو زرعتين فقط أو مصمرين زي ما بنقول في الفك السفلي زرعتين ميني صغيرين أقدر أثبت عليهم طقم الأسنان المتحرك ويبقى اسمه طقم الأسنان المحمل على الزراعات أو إيمبلانت سابورتد أوفر دانشر ده هيديني درجات ثبات عالية جداً وننسى بقى حركة الطقم في الفم ننسى القرح ننسى الالتهابات ننسى اللاصق ننسى الكريمات ننسى الطبطين ننسى كل المشاكل وهتحل كل مشاكل طقم الأسنان بوضع بس زرعتين نثبت عليهم طقم الأسنان طبعاً لو عايز تزود عدد الزراعات أربع زراعات وده بيسمى طقم الأسنان الكل على أربعة أو ممكن نزود ست زراعات ممكن نزود تمن زراعات طبعاً حسب الحالة الصحية والحالة المادية للمريض كمان أقدر أقول لكم إن في حل ممتاز إني أثبت طقم الأسنان تثبيت ثابت دائم اسمه طقم الأسنان الpermanent denture أو الpermanent fixed denture يعني طقم الأسنان الثابت الدائم مش بس بحمله على الزراعات ولكن بربطه من فوق بمسامير بعد ما بيتحط على الزراعات وبثبته تثبيت ثابت دائم المريض ما يقدرش يشيله تماماً من الفم وبيتعامل معاه زي أسنانه الطبيعية الطبيب بس بأدوات معينة هو اللي يقدر يفك طقم الأسنان دوت من الفم دي كانت تقريباً كل الحلول المتاحة لتثبيت طقم الأسنان بطريقة عملية علشان اللي بيفكر يعمل تثبيت لطقم أسنانه الكامل أو الجزئي العلوي أو السفلي أتمنى تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة ولو في حد عنده أي استشارة طبية يكتبها في التعليقات برد على كل أسئلتكم واستشارتكم الطبية بتنسوش دعم القناة عن طريق الإعجاب وترك تعليق مشجع أسفل الحلقات مش هطول عليكم بتمنى لكم دوام الصحة والعافية وشوفكم في حلقة قادمة إن شاء